أخوتي وأخواتي قبل أن أدلف إلى موضوعي اليوم أود فقط أن أقتنم هذه الفرصة لأشير إلى آية نوهت بمقام رسول الله صلواته ربه وتسليماته عليه وآله على نحو عز وندر مثله في كتاب الله بطوله أعني قوله تبارك وتعالى وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله هذه الآية فيها تنويه بمقام السيد الأجل والنبي الأعظم والحبيب الأفخم صلواته ربه وتسليماته عليه وآله إلى أبد الآبدين على نحو عزيز جدا وهو أن الله تبارك وتعالى لم يقل أغناهم الله من فضله ورسوله وإنما قال أغناهم الله ورسوله من فضله بالإفراد ولم يقل من فضلهما فجعل الفضل واحدا وعزاه إلى الله ورسوله هذا شيء عجيب لا أستطيع أن أعبر بعبارة أكثر من ذلك في فك هذه الإشارة الإلهية المزلزلة العجيبة مزلزلة في إعجابها في إدهاجها فصلواته ربه وتسليماته عليه نحن أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون نحن أيضا الذين آمنا به والحمد لله والمن لله آمنا به إلا أننا أي ضن لم نعرفه على النحو الذي ينبغي له عليه الصلاة وأفضل السلام وكفى بهذه الآية دلالة على عدم معرفتنا على عدم نفاذنا في معرفته عليه الصلاة وأفضل السلام إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله بالإفراء شيء عجيب